توقعات ميشيل حيك لدولة سوريا في الاول ميشيل حيك قال دي توقعات ليست تحليلات او معلومات ودائما لما بيتكلم عن التوقعات يعني بيحكي عن شيء او حدث ممكن يحصل او ممكن ما يحصلش مش كل الاشخاص اللي ذكرهم هم على علم او استأذنهم التوقعات دي لسنة او اكتر اذا كانت لسوريا او غيرها ولا يمكن ان يزبط الوقت او التوقع يعني لا زمان ولا مكان للتوقع واخيرا ان اتمنى ان لا يحدث او يتحقق شيء غير التوقع الابيض لسوريا في البداية قال مخيم الهول بسوريا شرارات واشارات بصورة نساء داعش اولادهم يعني بيقول فيه شرارات بتطلع الرياضة السورية من قلب العتمة علشان تنور الملاعب وتكتب اسماءها باكسر من سجل سنائية سورية ومصرية يعني فيه سنائية ما بين مصر وسوريا بالخط العريض وبخط اعرض سنائية الاسد واردغان وبتكتر وراءها السنائيات من دون صابق انذار بيلاقي الجيش السوري نفسه امام امتحان عسير بس بيغير المعادلات اكسر من مهمة بتحملها اسماء الاسد بالداخل السوري ولأكسر من دولة وبلد بتعرض اسماء الاسد لسلسلة مخاطر مش بهدوء رح يظهر وبيتظهروا مساجين من السجون السورية رح يظل علي المملوك رجل المفاجآت والفاجآت بسوريا بشرة شقيقة الاسد من الباب الخلفي الى الوجهة عواصف غير طبيعية بدرب ترتوس من فوقه من تحت وانا مش فاهم يعني ايه من فوقه من تحت فلو حد فاهم يقول لي في التعليقات ردبة ايرانية بتتصدر المشهد تعديلات مهمة وحساسة بقانون كايسر بتعد المصاري العقوبات على سوريا النظام السوري بيغير نظامه الليرة السورية رح تقاوم لاجل مسمى هالمرة مش غير مسمى زي كل مرة التلاعب بالليرة السورية بيطير رؤوس وبيعرض اسماء كبيرة للخطر انطلاق معركة استقصال الفساد وعصاباته بسوريا الكهرباء والمحروقات والدوى والمواد الغذائية وغيرهم بيرجعوا الحياة اليومية لسوريا قولوا امين ان شاء الله باذن الله عودة كبار الصناعيين لسوريا وهبت مصانع وعبارة صنعة في سوريا من جديد المهاجرين والنازحين رجعين مواكب مواكب شايف الشرق والغرب بيعمروا اللي اتهدم بسوريا ولو بالبداية ولو على خفيف يعني حتى لو حاجة بسيطة يعني خرق ما يشبه غيره بهدنة الجولان يعني فيه اختراق او خرق في هذه الهدنة حملة من الحملات المغردة على المصرف المركزي السوري بتحقق بعض الاهداف بتزعزع بقوة سمود الوجود الامريكي بسوريا حسام لوأ اسم راح يستوقفكم باكثر من محطة امنية وغير امنية ردت فعل سوريا موجعة على عدوان اسرائيلي انواع من المعارك بتودي لتغيير معالم بهوية كوباني السورية طائرات عربية واجنبية زهابا وايابا بسماء سوريا بتكتر الرهانات على الفنانة اصالة وبتتجرأ رغم الخطر يعني هو بيتكلم ان هي هيبقى ليها حدث مهم تعديل مهام بالفرقة الرابعة ورئيسها ماهر الاسد بنوجه كل التحية والاحترام لاهل سوريا ما تنسوش دوسوا لايك للفيديو ولو وصلتوا لهذه الجزئية اكتبونا الله هو اكبر او الله محبة في التعليقات وبنوجه التحية لاهل سوريا